اشتغلت فيه مسلسلات بين السعودية وبين خارج السعودية وأفلام السنمية الآن شاركت فيها الفترة الماضية تقريباً في المئة السنمية الجديدة وقريباً إن شاء الله ستشوفها بإذن الله أولاً المغرب هي بلد الثانية هذا شيء معتاد وأمره مفروغ منه وما أستغل عن المغرب صحيح أنه احنا افتقدنا المغرب الفترة الماضية لمدة ثلاث سنة وسنتين وشوية بسبب الكورونا ورباً الحمد لله الآن عافانا وشافانا وبعدنا عن المرض هذا كله ورجعنا للمغرب الجميلة طبعاً المغرب هذه بلد الثاني لا نقاش فيها دائماً أحب أجي فيها سواء سياحة أو أعمال فنية أو غيرها حالياً أنا جيت المغرب عندي مشاركتين كان عندي مؤتمر وكان عندي كمان عمل فني مشارك فيه كضيف شرف في مسلسل مغربي ومنها رحلة سياحية ومنها نشوف الأجواء الحلوة ومنها نشوف حبايبنا وغالينا علينا وأصحابنا ومعرفنا وعشرة عمرنا الحلوة في المغرب وهذا حقيقة أول عمل اللي أشارك فيه في المغرب وللي الشرف الكبير أن أشارك مع الفنين المغاربة لأن المغاربة ما شاء الله تتكررها لهم صيت وصوت لهم باع طويل في الفن صحيح أن المسلسلات المغرب ما بتوصل لنا في الخليج كثير بسبب التوزيع والأخير لكن أمور بسيطة إن شاء الله لكن من جدا المغرب لها صيت وصوت ولها فن عريق جدا حتى حضوري معاهم في بعض المسارح ما شاء الله تبارك الله فأكيد لي شرف كبير أن يكون موجود في مسلسل المرة هذه أنا كطيف شرف كسعودي مع المغاربة ومع نجوم لهم وضعهم لهم كيانهم لهم اسمهم لهم مكانتهم فني بشكل جدا كبير هذا جزء لا تجزء صراحة من العمال الفني وله شرف كبير أن يكون موجود في المغرب هم في أحلى من المغاربة الله عزهم يرفع قدرهم جميعا أول شيء المغرب عامة بلد كرم وجود وخلاق الفنين اللي فيها أحلى منهم ما في أبدا أبدا صراحة ناس طيبين ناس جميلين بإخلاقهم جميلين بكل معاني الجمال أنا أتشرف فيهم طبعا وكلهم ما شاء الله تبارك الله علاقتي في المغرب على أوسع بوابها أهم الممثلين والنجوم المغاربة أصحابي ومعارفي سواء فن الغناء أو التمثيل وبدلت التمثيل ما شاء الله تبارك الله يعني أصدقائي وصديقاتي على أبعد وأكبر مستوى كل ما أجي المغرب بغض النظر أنا سواء عمل فني أو غير عمل فني هم يستقبلوني يوقفوا معايا دائما يعني يضيفوني وهذا الشيء مو جديد عن مغاربة كلهم صراحة وبالذات في المجال الفني كلهم بيشلوني كأخوية بدون أي بيزنس بدون أي مصلحة فنية مشتركة أبدا أبدا يعني أنا كل ما أجي المغرب ألاقي الاستقبال ألاقي المحبة ألاقي الحفاوة ألاقي طيبة الخاطر وهذا الشيء بالنسبة لأعتزبي والمغاربة كلهم أصحابي والمجال الفني والإعلام في المغرب كثير منه مصدقائي ومعارفي وعلاقة البطن بينهم وعلاقة يعني عشرة عمر طويلة نعم والله يا سيد الفاضل نحن نتشرف زي ما قلت لك أنه المغرب تكون مشاركة معنا ونحن مشاركين معنا لأنه خليني واضح معك في فن عندكم قوي في المغرب الحق إن قال عندكم نجومية وعندكم أسماء وعندكم فن وإبداع لا مثيل له ما شاء الله تبارك الله صراحة أنا شفتها أنا صدمت المجيد أقول وين هم دولة وين هم يخرجوا ويجوا عندنا الخليج يشاركوا معنا في عمال خليجية لكن حقيقة يعني الفن المغربي على مستوى وقريبا إن شاء الله بذل الله حتشوفوا في عمال مشتركة سعودية مغربية على مستوياتها تضم نجوم من السعودية ومن المغرب طبعا أنا جاسيني حضر الآن مسلسلة عندنا موجود يضم مجموعة من النجوم المغاربة معنا من السعودية مشاركين في السعودية عندنا فلا نشرف أنه يكونوا موجودين معنا ونكونوا نحن موجودين معهم شخصيا وأنا شخصيا أتشرف أن يكون موجود في مسلسلة مغربية فيكون إن شاء الله في تعاون مغربي سعودي على أعلى مستوياته أنا طبعا عضو في اللجنة الاقتصادية الدولية عضو في اللجنة الفنية في جامعة الدول العربية شغال في المجلس الاقتصادي الدولي في اللجنة الاقتصادي الدولي هذا عمل الرئيسي طبعا كل ما هو يختص بالاقتصاد الدولي ما هو بس لدول معينة لعدة دول أنا مشارك فيها منهم المغرب التونس الجزائر مصول لبنان الإمارات فهذا بشكل عام هذا اللي أنا أحب أشارك فيه ما أحب أزيد برة عشان ما أتعب ذهنية زي ما يقولون لكن بشكل عام هذا مجالي أنا غير كذا أنا أساسا عضو في نقابة المهنة التمثلية عضو في يسموها اللجنة الفنية اللجنة السينمائية الدولية عضو فيها رقمانا غير هذا الموضوع أنه أنا عضو لجهة التحكيم في مارجان ليدي فاشون ملكات الجمال الموضة هذا التصريح جراء بقول لكم بيني بينكم يعني وعضو لجهة التحكيم في مارجان ملكات الجمال العرب وما أخوفي كان أعظم خلينا كذا كفاية شكرا على اللقاء الجميل وأشكركم على الصدافة الجميلة طبعا القناة هذه الجميلة لها وضع لها باع في الإعلام بشكل عام فأترف أن يكون موجود في هذا الشديو الجميل وأترف أن يكون موجود في هذه القناة المحترمة الراقلة دائما تسلط الرضوع بطريقة حلوة وأترف أن يكون بين أخواني وإحبابي المغاربة بشكل عام وزاكم الله أخير